ثلاثة وثمانون منظمة صنفتها الإمارات كمنظمات إرهابية قرار نعتبر ضربة جديدة من أبو ظبي لقوى الإرهاب التي بات يهدد المنطقة العربية بأكملها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين كان من أبرز الأسماء التي وردت بالقائمة الإماراتية ورأى مراقبون أن إدراج الاتحاد ردا على إساءات رئيسه يوسف القرضاوي للإمارات وحكامها كما اعتبر فصلا جديدا في الحرب غير المعلنة بين الإمارات وقطر التي تستضيف المنظمة تنظيم الإخوان كان أشهر الأسماء التي تضمنتها اللائحة الإماراتية حيث اعتبر الإخوان والكائنات المندرجة في تنظيمه الدولي منظمات إرهابية كما شملت القائمة تنظيمي أنصار بيت المقدس وأجناد مصر المتورطين في معظم العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية اللائحة الإماراتية شهدت أيضا وجود تنظيم الحثيين اليمني الذي يحاول سيطرة على جميع أركان الدولة بعد احتلالهم للعاصمة صمعاء وهم اعتبر رسالة إلى طهران الداعم الأساسي للحثيين القائمة الإماراتية التي تعد الأولى من نوعها أكدت أن محاربة الإرهاب قضية إقليمية ومحاربة التطرف ليس معركة مصرية فحسب وإنما جميع الدول المعتدلة بالمنطقة تشارك في الحرب على الإرهاب حيث سبقت السعودية الإمارات في مارس الماضي بإصدارها لائحة مماثلة ترجمة نانسي قنقر